وضمن جدول زيارته لبورسعيد وضميات تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة مصر لإنتاج الأسمادة موبكو وشملت الجولة تفقد قطوط الإنتاج والطلاع على سير العمل في مراحله الإنتاجية المختلفة وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مصنع الشركة يقوم بتوفير 60% من احتياجات السوق المحلي من الأمونيا من خلال بيع فائد الإنتاج من الأمونيا محليا وتصدير باقي الكميات للأسواق العالمية